اشتركوا في القناة ومركزين على طبعاً عملات اخصال الهام لأن من خلالها تستطيع أن تضع المعادلة التي تناسبك في هذا المجال ونقطي تقريباً الكثير من القطاعات متعمدين نمشي على القائمة ملتنا لكي نعطي فرص للأسادة لكي يتحاورون مع الطلبة في ما قلنا سواء في حصص عملات اخصال الهام أو معادلات اخصال الهام أو أي مناقشات عن مشاريع سواء التخرج المختبرات أو مشاريع المرة ثانية المقرارات التي هي نشجعها نحن طبعاً كنا توقفنا عن تحسين أثر مجالس التدريب النوعية كيف نحسن أثر مجالس التدريب النوعية كان هذه واحدة من الهموم التي واجهتنا أو تحدث التي واجهتنا في مختبرات الهام والتي كانت تحت برنامج في الحقيقة لازم يذكر تحت برنامج البحرين للتميز يعني نشكر حكومة البحرين على الفرص التي من خلالها احنا طلعنا مختبرات الالهام من خلالها طلعنا طورنا إلى هندسة الالهام من خلالها طلعنا اقتصاد الالهام من خلالها طبعاً طلع المشروع العالمي من خلالها طلع المشاريع اقتصاد الالهام المعروفة في العالم من خلالها طلع البرامج الأكاديمي فهذا التراكم لم يأتي بالصدفة أتى بانخلال جهود وممارسات وسفرات وتعب وجهود أيام وليالي إلى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم الحمد لله إذن نحن نتكلم على إذا أردنا أنه حسن أثر أي تدريب يفترض أن أول شيء نرفع الجاهزية للأصول المعرفية في التخصصات التي تتعلق بالمجالات التي تحتاجها البلد فمثلا في البحرين وجدنا أن التخصصات التي تحتاجها هي في تقنية الاتصالات وجدنا أنها تحتاج إذا تريد أن ترفع من العائد في السياحة وجدنا أنها تحتاج في الفندقة وبالتالي يعني اليوم هو الفندقة موجودة أفضل خدمات موجودة مثلا في دبي موجودة في دول يعني تنافس البحرين في مجال الخدمات السياحية ولكن إذا أردنا أن نعطي ذوق للفندقة الخليجية الحقيقية يقدر البحرين تتميز أن عندها الشباب الكثير من الشباب الذي عندهم مهارات الأموشل الجنس الذكاء العاطفي معروفة عند البحرينيين هذا الشيء الترحيب بالآخر، الإحساس بالآخر، التعاون مع الآخر، الخدمة الضيافة بشكل عام فبالتالي يفترض أن هذه فرصة كبيرة أن أدخل المهارة البحرينية وتميز فيها بدل ما نأتي بالأجانب هم يعملون في البلد نفس الشيء في مجالات كل الفندقة، مجالات الخدمة الفندقة داخل المستشفيات حتى المستشفيات كنت تميز ليس بكفاءة الأطباء بالخدمة الطيبة التي توفرها المستشفيات في هذه البلد مثلاً، البلد البحرين أو أي بلد آخر يأخذ هذه الشباب أيضاً في موضوع حيني مثلاً حتى في تالنت، تالنت هي شيء تميز فيه ليس بمهارة الأطباء، لا نسمع حسن الأطباء في العالم في تالنت، لكن تميز بالخدمة، سرعة الخدمة الفندقية الموجودة، وإحنا ادخلنا هذا المفهوم حتى في قدمات الطوارئ على فكرة أو السرير الطارئ لأنه ممكن يدخل في عدة أشياء، لأن الفندق الهوسبتالي هي مهارات وإدارة، طريقة إدارة أيضاً بالنسبة حك تقنية للصلاة، لا شك أن البحرين يعتبر هاب، يريد أن يكون هاب عالمي للحكومة الإلكترونية، لتقنية الصلاة، فبالتالي يفترض أن تكون عندنا قدرة عالية وجاهزية عالية في الأصول المعرفية التي تعمل في مجال الاي سي تي، وهذا معناته أنه كيف أرفع الجاهزية هذه الأصول، كيف أن أرفع قدراتها أن هي قاعدة تطور حالها بطريقة سليمة هذه العملة، هذه العملة، هي ليها عملة الإلهام، هذه تميز العائد على الإنتاج بأقل المورد، اللي إحنا نتكلم عنها في مثلاً أيضاً مع المجلسة على المرأة في البحرين، أيضاً كان مشروع طبعاً الخطة الوطنية للمرأة لمدة عشر سنوات، وجدد هو تقريباً يعني جلسنا جلسات أيضاً تجديد لاستشراف المستقبل، ولكن عموما هي كانت خطة العملة فيها أن فعلاً رفع استقلالية المرأة أن هي ليس النهوض بالمرأة، واللي هو التمكين المرأة، تطور المرأة، تطوير المرأة، أن المرأة تطور حالها، فسبنا نهوض المرأة، وليس النهوض المرأة فهذا بحد ذاته ساهم في موضوع الاستقرار والتنافسية بشكل سليم، لأننا الآن بدأت المرأة هي المسؤولة عن نفسها، بدأت هي التي تعمل على التنهض في المجتمع لها لازم حين عليها واجبات أنها تبين ما هو أثرها على المجتمع، بدل ما كان قبل أن المجتمع أثرها على المرأة، لا هي ما أثرها على المجتمع ما دورها في صناعة السلامة والاستقرار والسلام والطمأنينة والأمل في كل المجالة، التطور العلمي، وبالتالي أيضاً استشراف المستقبل للمرأة اليوم قاعد تتغير طبيعة الفتيات، قاعد تدخل عليها كثير من التحديات، تدخل عليها كثير من المشاكل، قاعد يزيد نسبة مثلاً حالات الطلافة، كيف نمتص ذلك، كيف نحن نعمل على امتصاص حالات الهجرة الأدمغة في المجالات المرأة لأنه قد يؤدي إلى عدم استقرار مجتمعي، وهو خالف عرافنا بشكل كبير، كيف نزود من مفهوم مهارات المواطنات فعلاً ولا يكونوا يعتمدون شكلياً، يعتمدون على الأجانب، كيف نستطيع أن نرفع من قدراتهم في كل المجالات ولا يكون في مجالات محددة في التعليم الصحة، كما نرى وأحياناً في بعض الجهات الأمنية، كيف يكون لهم دور في البحث العلمي، كيف يكون لهم دور في مرة ثانية صناعة الاستقرار الأسري، وهكذا، وكيف أنه يكون أيضاً نصل إلى مجتمع غير مستقر تزيد فيه نسبة العنوسة مثلاً، أيضاً دائماً أنا أذكرها كمفهوم مهم جداً في مفهوم المرأة، فهذه عملة مهمة لها تأثير كبير على المجتمع ولها تأثير كبير على العالم، لأنه لما تصير المرأة عندنا مثل في البحرين في دولة خليجية شبه غنية ويكون هي في المتسوسط يدخلهم الأغلى فيها، لا شك أن هذا يعطي مثل للعالم كلنا كيف ممكن يضع خطط للمرأة بشكل سنيع أيضاً في مفهوم تحسين أثر التأمينات الاجتماعية، كيف نحن نحسن أثر التأمينات الاجتماعية في استثمارات في التأمينات الاجتماعية اليوم نحن نجد أنه في ضغوط كبيرة على هيئات التأمينات الاجتماعية، إذن الضغوط الكبيرة هل أنا أمنع المشتركين؟ لا أستطيعون أن أبنى أكسناً أريد أن نشجع المشتركين والمشتركين من حقهم أن يصير عندهم تقاعد لم يبلغون إلى السن المحدد أو سنوات الخدم المحدد. إذن أبتدي في الخط الأخير. الخط الأخير كيف أني أنا عندي مبلغ كبير من الأموال كيف أستثمر في هذه الأموال كيف أوجه هذه الأموال بالطريق الصحيح وليس أعملها بطريقة صحيحة طريقة صحيحة أول شيء طريقة صحيحة ما هو المجالات التي ستعزز وستفتح لمجالات في الحقيقة في البلد ترفع من شأن البلد ترفع من أمن الغذائي ترفع من استقلاليته ترفع من رواد الأعمال ترفع من قدرات الناس أنهم يتعاملون مع الأزمات فهذه مجالات التأمين الاجتماع التي يفترض أن يركز عليها في استثمارات ولا يركز على عمرات ولا على مجمعات ولا على كما عملت مثلا حكومة البحرين هذه عبارة عن في الحقيقة تحطيم للأموال أو كأن تحجيم للأموال التي موجودة عندك التي هي أمانة من المؤمنين اللي هم الشعب والناس اللي تعمل عند هذه هي التأمين أيضا كيف نرفع حجم استثمارات تأمين المحركة للأخصص الوطني في مجالات أخصص الوطني ليست سياسية للتوجهة السياسية لا هي فعلا عندها دراسة مستقلة دراسات مستقلة ما هو الاقتصاد ويصر عليه محكمين تحكيم ومراجعات أو يصر عليه من المجلس النواب وهكذا ما يتوجه سياسيا لك يعدل فيه طريقة استثماراته بطريقة سليمة وبالتالي يساهم في الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي أو في الاقتصاد الاجتماعي بشكل عام وليس الاجتماعي فقط والاقتصادي برعا الاقتصاد الاجتماعي كيف يقلل الفقر كيف يقلل بطالة كيف يقلل عطالة يقلل هجرة الشباب اليوم شباب كترين يهاجرون إلى دول أخرى فبالتالي هذا مفهوم التأمينات الاجتماعية ودورها وهذه العملات التي تتكلمنا فيها آخر شيء أنا أدي أختم فيه في هذه الحصة موضوع تحسين أثر ضمان جودة التعليم والتدريب كيف أننا اليوم مرة ثانية عندنا خدمات لضمان جودة التعليم والتدريب سواء هي هيئات مثل في حكومات الدول الخليج وضعوا هيئات وهي التبع والنظمان الجسترالي والبريطاني والكندي والنيوزلندي أو كيف أن هذه خدمات موجودة داخل الجامعات وداخلها فكيف أرفع أنا اليوم الضمان الجودة أن أول شيء يكون عندي عملة حقية لي يكون عندي الفعلا في ضمان لكل الأنواع المتخرجين حتى المتخرجين الضعفاء ذوي الدرجات القليلة لازم يكون عندهم المعلوم بالضرورة مثل ما يكون عندهم المعلوم بالضرورة في الإسلام كيف في الصلاة في الصيام في نفس الشيء المعلوم إن فعلا لازم يعرفون أن عندهم القدرات المنمم أقل القدرات اللي هي تناسب أنهم يكونون منافسين في سوق العمل ما يتخرج إذا هو ما ما يستطيع أن يعني يواجه سوق العمل فكيف أنني أضمن الكل هو يتخرج بخصوص النظر عن درجته مدام يتخرج هو يستطيع أن يعمل في سوق العمل ويكون هو منافس بطريقة أو بأخرى فهذه المفهوم مهم جدا لعملة الإلهام وبالذات في المدارس الحرجة إذا كانت هيئة ضمان الجودة هي مسيطرة على مثلا التقييم في ضمان الجودة في كل الدولة فكيف أني أنا أعمل على تقييم المدارس الحرجة وكيف أضمن أن المدارس الحرجة تكون عندها فعلا ما يتناسب من برامج رئيسية خاصة في مجالات العلوم واللغات اللي هي طبعا مجالات التنافسية المطلوبة بشكل أو بآخر تمكين الشباب أو ما يسمى صندوق العمل والاستفادة من مشاريع التمكين بشكل مختلف يعني بحيث أن يكون لها عائد على مجتمعاتنا بشكل كبير وركزنا في هذا طبعا مشارك كبير دي ولكن نحن بس يعني نعطيكم مختصرات عن كل مشروع ركزنا في مشروع مثل هذا على نسبة المؤسسات أو نسبة الناس الذين حصلوا على مرة ثانية مساعدات تمكين ساهمت في يعني في مجتمع ساهمت في صناعة أثر على المجتمع وساهمت في تغيير مسارات وقال لها أثر كبير على مساراتهم على طريقة عملهم على طريقة أداءهم بشكل عام وهذا هو ما هو المطلوب من مشاريع التمكين مشاريع التمكين ليس فقط أن تعطي واحدة مساعدة عشان مثلا يستمر لكن ساهمت في نقلة نقلة نوعية في تغيير البزنس موديل مالا في تغيير طريقة عمله بشكل عام في تغيير تغيير الأثر على الاقتصاد أثر على الاقتصاد الاجتماعي هذا اللي يفترض أن تكون هي توجهات صناديق اللي هي أو البنوك التنمية بشكل عام العملة الإلهام الأخرى التي نحن تكلمنا فيها أيضا بشكل مختصر السابق هو التخطيط العمراني والبلديات البلديات لها دور كبير في موضوع المدارس المستشفيات طبعا رفاهية الحياة كفاءة الحياة بشكل عام ونجد للأسف أنه يعني بشكل واضح نخصها في الدول الفقيرة البلديات ما لها دور فلذلك يكون هو ضياع للبلد بشكل كبير ويكون في فساد في هذا في أيضا الفساد أنواء الفساد ليس فقط مالي فساد أحسان أحيانا توزيع التخطيط بحيث أنك تتفادى شيء معين هاي فساد أنك ما تراعي المناطق بحيث أن المناطق هيكون في عمرات مثلا كبيرة في هذه المناطق في حياة سكانية في هذه بحيث ذات فساد لكن يمكن الفساد الأكبر الذي نجده دائما في الدول خاصة المحدودة الموارد المحدودة المساحة الجغرافية أنها مثلا ما تفكر أنها تستفيد من المساحات بطريقة سليمة وما تفكر في الأجيال القادمة فبالتالي تأخذ مساحات كبيرة تأخذ مشاريع تعمل مشاريع كثيرة في مجالات التعليم لوحدها مجالات الصحة لوحدها مجالات خدمات الاجتماعية والتنميوية لوحدها بينما ممكن كان يكون أن نفس المدرسة يتستغل للرياضة وتستغل لخدمات التنمية الاجتماعية وتستغل أيضا للخدمات الرعاية الصحية الأولية في نفس المدرسة وبالتالي يصبح في ما يسمى التصميم المتداخل فعملة الإهلام هنا هو التصميم المتداخل الذي يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاستغلال الأمثل للمساحة الجغرافية الاستغلال الأمثل للتداخل وقيمة التداخل لأنه يصبح هي متداخل لقيمة أكبر ليصبح إلهامة أكبر وليصبح لنا الخدمات أيضا الكل يستفيد من الآخر بطريقة سليمة وهذا كان أحد المشاريع الذي سوناها أو اقترحناها على حكومة البحرين أيضا واحدة من المشاريع التي مهمة وراء أنه في لها دور كبير في مشاريع النظافة البلديات بحيث يكون هناك في تحسين في الحقيقة أو تقليل تكلفة عمليات النظافة بشكل كبير في البلد من خلال ما نسمى البوكايوكا منهجية البوكايوكا المنهجية يابانية ولكن ندخلناها عشان نرفع عملة الإلام ما يهمنا الأدوات لا تنشغلهم بالأدوات مشكلة العالم العربي ينشغل بالأدوات وبالمنهجيات على حساب الهدف الهدف الأكبر ما هي العملة التي سوف تصنع لنا استقلالية في نموذج عمالنا تصنع لنا تكلفة أقل عائد أكبر وأثر على الاقتصال الاجتماعين لأن لا شك النظافة تؤثر على الأخصال الشباب البلد فيها وصاغة المستثمر يهرب منها ليش يستثمر في بلد هي ما فيها مقومات الأداء السهليمة ما فيها أخلاقيات الأداء السهليمة فألاحظ كيف دول أفريقية للأسف أنه لذلك المستثمرين يترددون وفيها بشكل كبير فساد بكل المجالات فلذلك نتكلم على مرة ثانية تحسين وتقليل تكلفة عمليات النظافة من خلال ضمان أن هناك يعني ما يرمي الإنسان إلا من خلال أن يرمي في المكان السليم وتشجيع على أن يرمي في المكان السليم وليس مراقبته بالكاميرات كما تفعل بعض الدول ثم أيضا عمل نماذج للإنتاج من تدوير المخلفات في مناطق المواطنين كيف أننا مرة ثانية يكون نماذج الإنتاج تبتدأ المواطن يرى أثره في المناطق فيكون مناطق إنتاج تدوير في المنطقة نفسها يبتدي يشوف أثره يبتدي يسهم في حافظه على التدوير فيدخل ثقافة التدوير وبالتالي يصير في تنافس بين المنطقة والعائد عليها يعني يصير العائد مثلا من المنطقة ألف والمنطقة أباء والمنطقة جيم العائد يصير متنافس والله هذا الشهر ترى العائد كامل هاي المنطقة كان أفضل في موضوع البلاستيك في موضوع حديد في موضوع كذا وبالتالي حتى يرجع لهم أهمة كعائد كالمنطقة استثمارات ترجع لهم بطريقة مباشرة يعني مكافآت للسكان أو ترجع من خلال مشاريع تعمل في المناطق نفسها فكان هاي أحد المشاريع التي عملنا عليه العملة التي في البلديات أيضا في الشواطئ الشواطئ هي أيضا مؤهلة أن تكون شواطئ لو تكون صغيرة موجودة في كل مكان لما يكون في عندك بحر وبحر مساحتك كبيرة ومتوازعة فأنت تقسم الشواطئ تقسم الشواطئ إلى مناطق لا شك أن يشجع الناس أن يتمشي أمام الشواطئ لما يكون شواطئ كبير ومهدود هدد لا ما في فائدة منه لما يكون شواطئ صغيرة ويكون فيها فيزود ريادة الأعمال ويزود التنافسية بين مناطق الشواطئ وهذا ما احنا شجعناه في موضوع البلديات بحيث يعزز روح ريادة الأعمال يعزز روح السياحة الداخلية لأن المنطقة الفلانية ألف سوت في شاطئ هكذا المنطقة الثانية سوت في شاطئ هكذا فهذا طبعاً يزيد من مساحات المرة ثانية التنافس في داخل البلدان فهذه عملة أيضاً من العملات المهمة العملة أيضاً أخرى ليدور البلديات التفتيش البلدي كيف نرفع من عائد التفتيش البلدي بحيث أن يكون فيه سريع ويكون فيه إجازات بناء لهذا التفتيش ويكون أيضاً فيه مرة ثانية مستوى عالي من التفتيش الإجازات البناء أنه كيف أن يكون سريعة وما تكون يعني تأخر البناء وتساهم فيه أنه فعلاً البناء يكون سليم ويكون هو مراقب ويكون عليه طبعاً أثر على المدى البعيد وعلى المدى القريب طبعاً أيضاً من الأشياء التي في البلديات نتكلم عنها الزراعة والثروة الحيوان اليوم مطالبة كل البلاد حتى البلاد الصحراوي حتى البلاد مثل مرة ثانية التي لا يوجد فيها مرة ثانية المياه ما يوجد فيها الزراعة كيف نزرع الأشياء تناسب البيئة الصحراوي بحيث أنه يكون يزود استغلالية البلد واعتماد على ذاته خاصة فيه كما لاحظنا الآن بسبب كورونا كيف أن العالم متأثر بسبب كورونا وهكذا فلذلك يفترض أن يكون عندنا حماية منتجات الخضار المكونة للسفرة البحرينية مثلاً هذه واحدة المشاريع يسويناهم أنه كيف نسوي سوينا سوق للمزارع البحرين أن المنتج بحريني لازم يكون في المزارع البحريني موجود هو لمثل أو يعملون مع مزارعين آخرين من عمالة أخرى ولكن هو الذي يبيع هو الذي يتوجه الصادر هو المسؤول عن الخضرة هذه وعلى مستواه فهذا طبعاً ساهم أنه في تعزيز هذه الثقافة في المجتمع وأصبحت في الحقيقة في نوع من التنافسية في هذا البزن وكثير من الناس في الحقيقة تقلوا في هذا النوع بسبب ارتفاع عملة الإلهام فيه أصبح ملهم وليش الناس تدخل في مجالات جديدة لأنه يصبح ملهم للناس أو أنا هذا الشخص الفلاني مدام نجح أنا أستطيع أن أنجح أنا مستطيع ولاحظوا يخدم في الأخير الاقتصاد الاجتماعي لا يخدم الأفراد أنا ما يهمني الأفراد أنه كم واحد صار عنده ربحية ولا شي لا هو هدم يعني ساهم خدم الاقتصاد الاجتماعي أنه سوى استقلالية في نموذج الأعمال بالنسبة للمنتج إذا الخضرة تنقطع عنك الخضرة الصلطة ما تستطيع تأكلها ما في فايدة نعت البلد معناته غير مستقل يعني بذاته فلاحظوا أن هنا كان هذه النوع من الاستقلالية ساهم في أن يكون عندنا والله البلد متوفرة فيها لأسعار تقل للخضروات التي هي اليومية أيضا الاستفادة من الموارد الأخرى تدوير المياه تم الاستفادة منها وهكذا تقليل استصلاح الأراضي غير المنظمة التي لها تأثير سلبي على نوعية الحياة الأجيال الثلاثة القادمة أيضا هذا أصبح مرة ثانية مهم جدا لأن هذا يؤثر على الأجيال القادمة وبالتالي وحقوقها تتحصل الأراضي يعادة تصميم طرق عرض منتجات المزارعي البحرانية من خلال إنشاء ما يسمى بيوم المزارعي فأصبح هناك يوم غير سوق المزارعي في يوم مشهور لهو يوم السبت كل يأتي فيه وطبعا فيه أصبحنا الآن في أسواق منتشرة في البحرين بهكذا مزارعين كما نراها في أوروبا مثلا وبالتالي الناس تذهب إليه وتحصل تشجيعا لهذه الشباب أو لهذه النوحية من الفئة الذين يبيعون وأيضا تشجيعا للمنتج الوطني أيضا هناك تحسين سلسلة توزيع للسلطة المحلية والإنتاج الزراعي ذكرناها طبعا من خلال تجذب المستهلكين لشراء قضروات الفواق المحلية طبعا هاي دخل فيها في هذا المفهوم دخل فيه حتى موردي الضيافة والفنادق والمزارعين المحليين ساهم أيضا هاي في تحسين طرق الوقاية الزراعية لمواد السفرة البحرينية يعني صاروا يحاولون يقللون من الموبيدات التي تستخدم في المرة ثانية في الوقاية الزراعية وصبحت الزراعة العضوية يمكن أكثر ثقافة زيادة زراعة أيضا أشجار النخيل من قبل الحكومة أيضا نشوف هالعملة الإلهام تأتي بأشياء أخرى يعني ما تشوف الدولة أنه والله نجحت في شيء ما أو المجتمع نجح في شيء ما هذه العملة نفسها تصبح ملهمة وتساهم في زيادة مشاريع أخرى مشابهة فأصبح هناك اليوم في الحقيقة فرصة كبيرة في مجالات الزراعة وطبعا في مؤتمر دولي أو معرض دولي في البحرين لهذا الموضوع أيضا أصبح هناك تحسين لمستوى المسابقات في البستن أي كيف نلبستنا وطبيعتها وتنظيم البستن لحد ذاتها طبعا نفس الشيء أصبح هناك عادة العناية والوقاية باستبلات الخيل أيضا هاي ساهم بشكل كبير في تطوير الأداء المرة ثانية في البلد يعني أنت اليوم لما يكون عندك أنت بلدك متميز بالماشية لما تصير هناك مسابقات في العناية بالماشية مسابقات في العناية في الأبل وغيرها لا شك أن هذا يرفع العائد في البلد ويحقق نتيجة على المدى القريب والمدى البعيد بإذن الله أتوقف معكم أخواني أخواتي عند هذا الفاصل ونكمل معكم إن شاء الله في الجلسة فالتو